تربية الكلاب تعتبر من أفضل الكلاب للتربية في البيوت وتعتبر من الكلاب المخصصة للصيد والتي تجيد الإمساك بفريستها كما أنها من الكلاب الذكية جدا والتي تستجيب للتدريبات مع إتقانها بسرعة والجولدن ريتريفور نشيط وودود مع الغرباء في طبعه ونظرا لحجمه غير الكبير وشكله اللطيف وطبعه المخلص والحنون فإنه من أفضل الكلاب المخصصة لرعاية الأطفال والاعتناء بها كما أنه ودود في التعامل مع أي حيوانات أخرى موجودة في المنزل كالقطط والكلاب من الأنواع الأخرى اللابرادوش يشبه كلب الجولدن ريتريفور كثيرا في صفاته إلا أنه قليل النشاط والحيوية مقارنة بالكلاب الأخرى ويمكن استخدامه في حراسة المنازل نظرا لشكله الخارجي الذي يوحي بالقوة إلا أنه لا يفضل استخدامه في حراسة المصانع والشركات لكلة نشاطه من الكلاب الذكية التي يسهل تربيتها وتدريبها خاصة لمن لا يمتلك خبرة كبيرة في مجال تربية الكلاب وهو من الكلاب النشطة والحيوية والوفية لأصحابها أما شكله الخارجي فيمتاز بالجمال واللطف مما يجعل من السهل الاقتراب منه والتودد إليه خاصة من قبل الأطفال وعلى الرغم من ذلك فهو حارس قوي ويمتاز باليقصة والشراسة ويمكن تربيته مع حيوانات أخرى في المنزل بشرط أن يعتد عليها منذ الصغر البوكسر من ألطف أنواع الكلاب وأكثرها حيوياتا ونشاطا وحبا للعب وهو ذكي جدا مما يجعل من السهل تلقينه مهارات وحيال جديدة ويعتبر من أفضل الكلاب للرياضيين وذلك لحاجته للجاري السريعة بشكل يومي للحفاظ على رشاقته إلا أنه يصعب تربيته مع عنواع أخرى من الحيوانات نظرا لطبع الشاري استجاه الغرباء الروتفايلر من أوفى الكلاب لأصحابها والتي تضحي بنفسها في سبيل إنقاذ أصحابها ويتمتع بقوة جسدية وبنيان عضلي ضخم مما يجعله مؤهلا ليكون كلب حراسة ممتاز ويساعد ذكاؤه العالي جدا في الاستعاب السريع وفهم الأوامر الموجهة إليه من صاحبه وعلى الرغم من قوته البدنية العالية إلا أنه هادئ جدا في وقت الفراغ ولا ينصح بتركه مع الأطفال بسبب حركته الزائدة الذي قد تتسبب في أزيتهم من غير قصد إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد شكرا لكم